على مدى خمسة عقود لم تفتأ الصداقة الإماراتية الروسية تنمو وتزدهر نحو تعزيز العمق التاريخي والتعاون الراسخ بين البلدين وصولا بهما إلى علاقات صلبة فوق أرضية من الشراكة المتجذرة وتحت سماء من الإرادة المثمرة للنهوض والارتقاء إلى آفاق أرحب لمستقبل مستدام يخدم شعبيهما الصديقين ومنذ أن كشفت أبوظبي وموسكو عن شراكتهم الاستراتيجية في العام 2018 تنامت أوجه التعاون الإماراتي الروسي في الحقول ذات الاهتمام المشترك برعاية واهتمام استثنائيين من قيادتيهما ثم ليترجمه التبادل التجاري بينهما بنمو مضاعف عشر مرات منذ عام 1997 بين الإمارات وروسيا بما يناهز خمسة مليارات دولار للعام 2021 وبجانب العاشرات من مشاريع روسيا ذات الاستثمار الإماراتي تحتضن الإمارات مئات العلامات التجارية والوكالات الروسية إذ ينظر القيصر الأوراسي إلى السندباد العربي باعتباره مالك مفاتيح أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخاصة في نموذجه الإماراتي بما يتمتع به من آلية تصديرية وكفاءة لوجستية لنقل البضائع الروسية إلى مختلف دول المنطقة مع تصاعد التوجه الدولي للتطلع إليها كمحطة آمنة للتزود بالطاقة في القلب من قارات العالم القديم زيارة فخامة فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية إلى الدولة عام 2019 مهدت الطريق لنمو 80% في التبادل التجاري بين البلدين وبينما يرنو مجتمع الأعمال الإماراتي الروسي بتفاؤل إلى الزيارة المرتقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله يتوقعون منها خطوات عملية لدعم التعاون في الاقتصادين الدائري والأخضر مع تشجيع الإماراتيين على ضخ مزيد من رؤوس أموالهم في قائمة روسية طويلة من الاستثمارات بطابعيها الحيوي والمستقبلي كالطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والفضاء والتقنية والتعدين بين الدب الروسي والصقر الإماراتي